عصابة بطاقات الشحن أو ما يعرف محليا بعصابات الكرتات في الرمادي هذه هي نهايتهم بعد أن تمكنت قيادة شرطة الأنبار من القبض عليهم بعملية استخبارية محكمة حررت خلالها أصحاب المحال التجارية من قلق يراودهم بين الحين والآخر الحادث حصل في ساعة متأخرة من الليل بعد أن استخبرنا المواطن بشريقة المحل ما كانت هناك معلومات عن المجموعة تقلنا كفريق عمل إلى مكان الحادث لاحظنا الكاميرات القريبة الموجودة عقبناها بشكل جيد تم التعرف على الأشخاص صدار مذكرت قبض تم اعتقالهم بأقل من ساعات تمت عملية القبض على أفراد العصابة بعد تتبع خطواتهم وتحديد هويتهم ومواقع تجمعهم بدقة وتؤكد قيادة الشرطة خلال كشف الدلالة بأن أجهزة المراقبة في المرصاد يعني رسالة لمواطنين الكرام نقول أنه أو لأي شخص تسول إلى نفسه أنه يريد يعبث بأمن المواطن أو بأرزاقه أنه هو مراقب يعني أما من قبل قطعات الأمنية بالعين المجردة أو من قبل الكاميرات اللي موجودة بالإضافة إلى حذ كافة أصحاب المحلات إلى نصب كاميرات حديثة وتكون بأماكن مخفية بحيث لا يستطيع أن يوصلها أي إنسان حتى تثبت إذا كان هناك أي جريمة تحصل في هذا المكان التحقيقات كشفت عن أنشطة العصابة حيث كانوا يقومون بسرقة أصحاب المحل التجارية من خلال النصب والاحتيال فيما رحب أصحاب محل بيع بطاقات الشحن بهذه الخطوة التي جاءت لدحر خطر العصابات الإجرامية ثم من دور قيادة شرطة محافظة الأنبار بحفظ الأمن وكشف الجنيمة بأسعى الوقت ممكن وبنفس الوقت هؤلاء أصحابات كارتات يجلبون كارتات مثلا نحن نقول سمية السوق السوداء ويعرضونها إلى المحلات وأصحاب المحل يشتريهين ويضرب السعر ويعتبر القبض على أفراد هذه العصابة نجاحا آخر تحققه شرطة الأنبار بعد أن حققت مركزا متقدما من بين قيادات شرطة العراق في سرعة كشف الجريمة الأمر الذي يعزز الشعور بالأمان هنا في المحافظة من الأنبار أحمد فلاح التغيير